وظائف محتويات مركز الوسائط المتعددة ده الدرس الثالث في الوحدة الثالثة للصف الأول الثانوي دلوقتي هنتعلم العناصر أو المحتويات اللي في مركز الوسائط المتعددة وهنعرف الغرض من هذا المحتوى يعني مثلا السيدي ايه الغرض بتاعه الدي فيدي ايه الغرض بتاعه كتاب الخرائط ايه الغرض بتاعه بنعمل في ايه وهكذا يلا نقرمها بعض أولا عايزك تعرف كلمة مهمة جدا وهي انا بزوان انا بزوان يعني نحتاجه الى نحتاجه الى والكلمة اللي جنبها على طول هي بور فور يعني لكي يبقى نحتاجه الى لكي نحتاجه الى ايه انا بزوان داناطلس انا بزوان داناطلس اللي هو كتاب الخرائط ليه يا ترى بور بور علشان او لكي دي سيني ينكحت لكي نرسم خريطة يبقى محتاجين حاجة علشان نعمل هدف معين طيب افتكر دايما ان كلمة بور يأتي بعدها المصدر وزي ما هتشوف باي الجمل طب نحتاجه الى حاجة تاني نحتاجه الى ديفيدي شوف بتتقال ازاي انا بزوان دان ديفيدي انا نحتاجه الى ديفيدي ليه بور يعني على شين او لكي رگرده ان فيلم رگرده ان فيلم لكي نشاهد فيلم طيب انا بزوان دان سيدي نحتاجه الى سيدي محتاجين سيدي ليه المرة دي لكي نسمع الموسيقى خلي بالك بقى الفرق ما بين ديفيدي و سيدي الدي فيدي لمشاهدة الافلام اما السيدي فلسماع الموسيقى نشوف المحتوى اللي بعده انا بزوان نحتاجه دان غمو الى رواية نحتاجه رواية ليه نحتاج رواية؟ بور علشان لير اون استوار لكي نقرأ قصة الكلمة اللي بعدها انا بزوان دان ديكسيونار نحتاجه الى ديكسيونار ليه يا تارا؟ بور تخدوير ان تكسيونار لكي نوتر جم نص بور تخدوير ان تكسيونار طيب انا بزوان دان انترنت sorry انا بزوان دانترنت انا بزوان دانترنت يعني نحتاجه الى الانترنت ليه بور فار دي رشارش بور فار دي رشارش ليه لكي نعمل ابحاف طيب انا بزوان دان اوغديناتر انا بزوان دان اوغديناتر يعني نحتاجه الى الكمبيوتر ليه؟ بور سوفي سوفي يعني نبحر سوف انترنت نبحر على الانترنت يعني نتبحر فيها ونبحث فيها يبقى الكلمتين المهمين جدا المراضي انا بزوان ده نحتاجه الى وبعدين الكلمة المهمة التانية بور بور يعني لكي او علشان تمام يا شباب فنقرأ المثال اللي تحت الجدول بيقول انا بزوان دان ديكسيناح نحتاجه الى قاموس بور تخدوير ان تكست ان فرنسي لكي نترجم ان تكست نص نص بالإيه؟ بالفرنسي ان فرنسي تمام؟ ودلوقتي هاسبكم علشان تحلوا التدريبات اللي تحت الجدول اشتركوا في القناة